حضرة لسياد مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة لسياد مرحبا بكم على إذاعة القيارة والصحة 93 الحاتفين مواصلة في الطريقة النقشة بندية في الجزء الثاني مع الأستاذ الجامعي ساحب الشفرة وعلى متغيب بارز سي وليد لدرف طرق ندخل مباشرة في صورة الموضوع أستاذ ساحبي أهلا وسهلا بريكم رئيس نوردين إن شاء الله أرمان أخير لقونا الشيخ سي وليد ندخل صورة الموضوع مباشرة في الجزء الثاني من الطريقة النقشة بندية وهو فم سؤال يطرح هنا علش التريقة هذية اختزلت في شخص وحيد نعرف منها كان الشيخ سيد نقشة بندية اللي هي طريقة عريقة وضربة يعني في المكان الجغرافي والزماني لكن ما عرفت كان بشخص بحده يا تك صحة عبرك الله فيك على السؤال هذية هو سؤال وجيه جدا خاطر كنقوله آآ طريقة نقشة بندية إذا رجعنا للأصول بتاعها وسبقا حديدا كنا حكينا فيه في الحق السابقة إنه فما ستة قرون بين آآ الأصول بتاعها وبين الشيخ سيد معنا الشيخ سيد الذي اللي نحنا عرفناه وهو اللي عرفنا بتريقة نقشة بندية آآ الوصول بتاعها هو في وصول عائلة آآ السيد النقشة بندية معنا عائلة عن طريقة جده اللي وصل للمصر وهو اللي يحمل معاه هذه الطريقة هذية وهي آآ سلسال كامل موجود وسبق وحكينا فيه إنه نتلا آآ آآ توارث هذا الفن الأصيل والطريقة اللي مشيت آآ خصوصا معناها في آآ الجنوب المصر لكن إنه طريقة نقشة بندية رهي موجودة في أنحاء أخرى غير مصر ممكن إنها في مصر ما انتشرتش كما ينبغيه واختزلت في شكل آآ في شخص الشيخ آآ سيد نقشة بندية اللي تعرف معناه وحتى هو رو حتى شخص سيدة ذي اللي نحكي عليه من بعد إنه رو حتى هو ماخداش حقه كما ينبغيه رو رو ابتهالته والأذكار اللي عنده هو راهي كبير ياسر والموروث اللي عنده كبير ياسر لكن تعرف من خلال اثناش أو تلاتاش تسجيل فقط اللي هي موجودة في آآ المصرية واللي هي آآ توثق لي آآ هذا هذا تراث الاسباب ممكن آآ حضارية ممكن آآ تاريخية انه ما صارش تواصل فك ستة قرون هذيك هتنحكي ستة قرون رو نحكيه على من قانة تلاتاش قانة تلاتاش كمش يوثق هالالانشاد اللي هو اساسا هو تراث شفوي اللي معناه آآ يتعدى عن طريق سماع سماع انه جيل يعدين جيل اخر ما كانش فهمها للا تجهيزات هذية فمش تسجيلات فمش يكون يسجن فمش يكون يدون زي كيف مهم ياسر راه التدوين التراث مهم ياسر راه باش يقعد وباش الطريقة الصوفية تتواصل معها لكن الوجود بتاع طريقة نقشة بندية في مصر اقتصر على جهات معينة كما حكيوا على طنطا وشيخ سيد البدوي كما اذكرنا حتى في جماعي فت على مرسى ابو العباس معناها في اسكندرية ولا في بعض المناطق الاخرى اللي شنو اللي يشجع تواصل هذا الفن الصوفي هي تظاهرات ثقافية فنية هي المويلد اللي هي ظهرة غريبة في مصر معناها معناش منها حتى هي ما توصلتش ما وصلتش عنها في معناها ثقافة شمال افريقيا معناها في المغرب العربي ما وصلتش عنها هنا هي حدا حدا مصر هي كما نحنا كما اقولوا الفرق اللي تتجول من مولد الى مولد اخر هو احتفال ديني ينظم حسب مواسم معينة في مناطق معينة ينطلق اساسا من الصعيد المصري نحو مناطق اخرى وهذا من هنا اللي شيخ سيت انه انتقل وتعلم منذ وتعرف من ثمانية سنوات وقعد يتعلم ويحفظ على الاشعار هذية والقصائد الصوفية واللي توثثة اجيل سامحني باش نوضحوا حكاية المولد في مصر هي شنية هو انهم يحتفلوا بمولد الاولياء الصالحين ايوان ما هوش بالكونسابت اللي عن نحنا مولد النبو الشريف لكن حاجة وحدها لكن عندهم طرق اخرى اللي هي الاحتفال بمولد الاولياء الصالحين وكما خلدها السيد مكاوي في الليلة الكبيرة ايوان اللي يقولوا فيها ابة سيدنين الوليد اي اللي هو فنتني هذية ظهرها انتنتميز بها مصر معناش منها الحجلولة والثاني حاجة هي ربما اللي حافظت على جزء من التراث لكن الهنية الغريب انه السيد نقشى باندي اول تشجيل عمله منهوش في مصر وين عمله في السحبي صحة الملاحظة هذية خطر هذي من المفرقات انه سيد نقشى باندي اللي هو رمز من رموز الانشاد في مصر لكن ما كانش معروف في مصر معلوش اثر مسجد انه في موسم الحج معناها قتلي كان ابشال الحج في عام ستة وخمسين سبعة وخمسين تعرف على المخرج محمد مراد اللي هو معناها في اذاعة سوريا وهو اللي معناها اكتشف الصوت هذي اذا النجم نقوله اكتشف اكتشف صوت هذي وطلب منه اه تحول الى سوريا وسجل معاه اول تسجيل عام سبعة وخمسين معناها انشوفه الشيخ السيد معناها اه عمره سبعة وثلاثين سنية وقتها معناها مولدها عام عشرين في سبعة وثلاثين يكتشف خارج اه بلاده معناها خارج مصر في سوريا وهذا حدث مهم لكن مش نرجع عن بعض مش نحكيوه على تسجيلاته في مصر والذرافية السياسية اللي صاحبتها ايدي هنا يا استر ساحبي تحس كما صار في تونس صار في مصر اه يعني التسجيلات كان الفضل لقرار سياسي معاك القرار السياسي مهم ياسر راهوا الارادة السياسية سواء في العصور الحديثة معنا اليوم نحكيوه على اه رؤساء والقادة والزعامات او حتى في سبق الملوك والسلاتين هما اللي يشهروا اه اي منشد او اي اه طرف ويعليوا من قيمته ويخلدوا المآثر بتاعه عن طريقة توثيق اه هناك ذكرتني في اه عن هناك حتى في تونس هناك انه لو كان مش القرار السياسي بتاع الزعيم الراحة لرئيس سبق الحبيب بورقيبة انه منشدة اغرام وخاطرة وهنا يبعد نفسي راه انه كان يرتاح نفسانيا للانشايد بتاع الشيخ محمد الباريق رحمه الله والشيخ عبمجيد بن سعد نحنا بيتاتر ما كننش نعرفو الانشاد بتاعهم بيتاتنا خاطرنا فقرو件 يعني خاطر نعرفوهم وناع وحظرنا بحكم القرب لكن تنسوا كل من اين عرفت الانشايد بتاع الشيخ محمد الباريق او الانشايد بتاع الشيخ عبمجيد بن سعد هي عن طريقة تسجيليات ولنها فما زد منحاجات الأخرى اللي خلدها تاريخ أنه التزيلات هذه موجودة في إذاعة سفيقص مش حتى في الإذاعة الوطنية كيفية شيء أنه إذاعة سفيقص هي اللي تفرضت أنه سجلت للشيخ محمد البراق والشيخ عمد بن سعز كيف ما تعرف الإقامة بتاع السيد الرئيس بورقيبة وقتها في الصيف يقيم في المونستير وتعرف بعض الحالة النفسية صارت لها في الستينات أنه اللي عنده أرق ما يرقلش الأرق هذي يمنعه من النوم فكان شو اللي يلطفه هو الإنشاد الديني معنى أنه يسمع يسمع البراق أو يسمع حد أستاذ سحبي نسمع فاصل غنائي بعنوان لا إله لله وهو من الحلقات الذكر ولكن بلسان مستعرب حضرة لسيان مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة لسيان عودة في الجزء الثاني في على حلقة حول طريقة النقشة بندية الناس يا ساحبي عندي سؤال لو أنت جبتنا على برقيبة وعلاقة كيفاش آذن كالقرار سياسي بشتاقة تشجيلات يعني الشيخ البراق وعظميك بنساع حتى في مصر تقريبا صارت نفس الحكاية في عدثات لو كانت وضحنا تكسحة أشكتك رو أهمية القرار السياسي رو مهم ياسر هنا فمجوز إيه مهم ياسر هو تعريب بالأصول بتاع السادة السادة ينحذر من عائلة من الصعيد المصيرة ويعني ثقافة الموالدة هذه هي مترسخة ومتجذرة في التكوين الشخصي بتاعه يعني هو قبل ما يكون أنه رئيسه مواطن مواطن مصري ويعرف ولد الشعب وفلاخبه كل وتربى على عقلية الموالدة هذه فبالنسبة لي الإنشادة الديني هو يحسه بالطمأنينة يرجع الأصول هذه وعلى الأقل يقل لربير بتاعه فكان بنسبة لي أنه اختيار لشكومي شيء يقرأ القرآن أو يعمل ابتهالات دينية هو اختياره للسيد نقشبانتي في الوقت هذك إنسان شاب شاب يعني نقوله في الخمسينيات خاطر مش هو مش مش شيوخ الكبار في العمر متقدمين في السن خاطر من بين الجزئيات ممكن أحد ما يعرفهش أنه الثراء هذا الكل والسيد نقشبانتي لو توففها ستة خمسين سنة ستة خمسين سبع خمسين سنة معناها مش كبير في العمر مبار هي صغير معناها متصغير تسمع معناها مقارنة بكبار المشائخ اللي يوصلوا أكثر في العمر لكن خلى تراث كبير يسر والتراث هذه الجسد من خلال التسجيلات وفي خلال زيف كيف قرار سياسي آخر إنه يفرض على السيد نقشبانتي التسجيل مع بليخ حمدي اللي هو زيف كيف معناها سيد نقشباندي منشد ديني طريقة صوفية بليخ حمدي موسيقي يعني غربي يعني نسق آخر يعني هنا التوليفة هذي كيف صارت بان هنا هو دور سياسي في الحكاية هذي حتى يعني حتى في اللي شوفوه مع شيخ آآ الحسر حي ابو ياسمي الخيام أكيد في نفس الحكاية راه معتها السادات كان مؤثر جدا في القرار الثقافي في مصر هو يعني أول إذاعة مصرية للإذاعة القرآن الكريم كانت في عهد السادات يعني السادات من الجانب الروحي يخدم برشا حاجات راه ربما الناس ما يتعرف إيش ولكن الفضل يعود للسادات حتى المقرآين هذوكم اللي غذوا شهرة وطافوا العالم الكل بيرجر بقرار سياسي هي أكيد مثلا هذي كان نحكيه على آآ الشيخ الحسري مثلا نحكيه على الطبلاوي نحكيه على نقشة بندية وغيرهم الكل هم رأوا تعرفوا عن طريقة تسجيلات اللي وثقت لهذه الفترة وثقت لهذه الأصوات حتى اليوم إذي كان الفخر معناه على الشعب المصري إنه يفتخر مش كان نحكيه على شعب مصحة الموروث الإسلامي إنه نسمعه في ابتهاليت بتلك الرواع بتلك الجودة راهو راه مهم ياسر إنه تتنقلها الأجيال لكن ديما نقوله إنه فما حاجة ديما ديما المتناقضات موجودة التسجيلات تحسين نقشة بندية اللي موجودة في خزينة الإذاعة المصرية أكبر بكثير من العدد الحالي حتى اليوم كيدخل للإيشان يوتيوب مش قاوة عنده فما أثناش تسجيل أو تلتنش تسجيل يعني يسمى عدد ضئيل مقارنة بالموروث اللي يخليه السيد نقشة بنتي ولهنا المهم ياسر إنه تثمين هذا التراث وعلش ليه العمل على ترميمه إيش به نحنا كنا نحكيه على بناية أثرية ما نقوم بالترميم بتاعها باش نحافظه إليه صح زي كيف حتى التراث هذي التراث الشفوي التراث الموسيقي إنه كيصير الترميم بتاعه بطرق حديثة ولهنا يتطلب راهي إمكانيات مادية ونرجع لهنا قرار سياسي إنه يشاجع الشيء هذي باش نتجاوزه العراقية للإدارية المختلفة اللي تعم مشكلة في حكاية الدبلوكاج تاع الفلوس إنه على فكرة في حكاية ترميمه إذيه أنا شوف تاسيتي برشة أفلام اللي وحلا باش حتى أفلام يعني حتى دي سي كونس صغيرة متاع خمسة دقائقة أول ظهور للسينيما سينيما سامتة حتى الأقبال للسامت حتى دي سي كونس اللي بدانوا يجربوا فيهم رجعوا لهم ورموهم اللي هي كانت مثلا تمس بعض الحياة العامة بعض الماشيات في الحياة العامة في مدينة فيينا أو في هومبورغ في ألمانيا رجعوا لهم ورموهم ووليو وحتى الفيتاس اللي كان ما هوش موالم السرعة متاعها بث الزور خدمه وعطيك الشريك الأصلي كيفاش كان مسجل تقهبطيك لعبات قولها كما في فيلم شارلو وحكا وكذا ويرجع حولك بالتكنولوجيا قول عليك توه تشوف لعبات ماشيين ويعطيك للوين معده خدمك بغيسر هذي أكيد إذي كان اليوم نشوفه إذي كان نفتح بارانتاز اليوم طريقة جديدة إنه حتى طبع التأوية تسائل ممكن يكون تسائل مشروع علش اليوم مثلا كيف شوفنا في حفلة فتنتيح بتاع كاس العربة في قطر الإمكانية الضخمة يتعاملت إنه نشوفه فيروس صوته صورة والعظماء الهلوغرام الهلوغرام يعطيك الصحة الهلوغرام هذي ما هيش من حق إنه ناس طبعة تراث إنه علش ما نعموه هيش تجربة هي بالعكس يذولي حلة البيب اليوم وحلة الشاهية إنه علش ما نعطوش حق للشيخ ناقشة باندي إنه نرمه التراث بتاعه القديم ومش كان الشيخ ناقشة باندي فقط خطر أنا متأكد إنه فما منجدين صوفيين أخرين لكن لو كان نبحثه شوية في سواء في مكتبة التسجيلات في الليذاء المصري أو حتى مكتبة تسجيلات في الليذاء الوطنية تنسية تعرف اللي الليذاء الوطنية تنسية راهو القدم اللي عاصر تسجيل تذيكة يعرفوا شفاه وفما كنوز ما تنظفش على هالغبار على خطر تحتاج إلى صيانة معينة باش تصبح صالحة للبث إذن اليوم بتقنيات الحديثة التكنولوجيا النجمو ننقذوا هذا التراث ورجعوه للحياة من الوامة الجديدة يعني تكسحة ولو أنه هذي تحبلها مشروع بل كل شي تتبنيه أول مشروع هو النقطة البداية هي المشروع ولهنه باشتعف مشروع يزن تعرف شكون يهتم بالثقافة شكون اللي يشجع الثقافة الثقافة اللي ترتكز أساسا أنه التوليفة بين الإمكانيات والأهديف طو أنا تشوف تسجيل الطريقة النقشة البندية علش مختلفة في تركيا تحسها قريبة برشة للطريقة المبلوية في العراق تقاها قريبة يظهر اللي ما تبعش على القادرية في إيران بندية يجي تشوفها مختلفة في مصر نوع في تركيا نوع في سوريا نوع عليش هذا أنا أنا ممكن أن نقول أنه المجتمع هو عنصر مؤثر في الإنشاة خطر أنك يجب نفس النص نفس النص هو نفس النص ونفس القصيد لكن كل المجتمع الطريقة التي يطرب بها والطريقة التي تفاعل بها علش تدخل هنا تركيبة التركيبة الجينية لكل شعوب طرف على ذكر حكاية التركيبة الجينية أخذ دراسات معنا دراسة جديدة لباحث تونسي أنه أثبت أنه التركيبة الجينية للشعب التونسي عكس ما يظنه الكثير مش معظم أمازية غيره ومش زاف كيف فيها عدد عربي لا فمتوازن بين الأمازيغ والعرب والأوروبي حتى الخراسين يعني كل موجود يعني في تركيبة الجينية لأي معنى مواطن تونسي إذا نعمل تركيبة الجينية بتاعه من شقاف ما دي بورسنتاج فيه معنى تتروح من 25 إلى 8% معنى من بين هذه المورثات هذه المورثات الجينية هي مهمة في تشكيل الثقافة عليش مهمة في تشكيل الثقافة خدك تشوف أنت تحكيلي أنت على نفس الإطار اللي هي موجودة فيه طيب أنت تقول لي أنت في العراق شدبايا مش تتأثر بالثقافة السائدة لكن هنا يعني مش يصير تقارب أنا مش نقول أنه تطغى لا يصير تقارب من هذه الطريقة نحو طريقة السائدة طريقة مشهولة ياسر هي الطريقة القدري نفس الشي الملوية في الشام وفي تركيا اليوم أنت تتظلت بك حتيت أغنية رائعة ذي اللي هي بلسان غير عربي يعني تعطي تعطي توريك حاجة أخرى أنه كيفاش الآخر يتعامل مع نفس الثقافة وهذا مهم ياسر تعرف مرة في الأوركريستر السامفوني الروسي وقتلي جاء تناول زوزو الثة أغانمة تراث التونسي رو رو أعطت مداء آخر نحن يعني بوعدك بيع فيك نحن رحنا نشوفنا هنا يعني ثقافة مختلفة تتناول توراثنا نحن هذه يراه مهم ياسر في تشكل الأذن السامع وتعاملها مع النص يعني سحبي توا نستمتع بفاصل في ابتي هيل ديني مع سيد المهرج يحطنا أقول أمتي للشيخ السيد نقشة بنتي حضرة لسيان مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة لسيان عودة في الجزء الثالث في تحاول طريقة نقشة بندية تواسي سحبي الملفت لما ضر فيما سؤالة محور حاول الطرق السوفية يا أخي شباها معاش ملأم العصر هو فما ترحش يقول لك يقول لك أنت ريت تواسيح عندك عندك مجموعة من الوزارات وزارة شباب والرياضة وزارة الثقافة وزارة الصحة اللي يقول لك أنه التصوف حمل هاتيه في سلة واحدة لأنه الزاوية شخدمت قبل والطرق الصوفية كان عندها ذي الرول عندها العجلاج النفسي عندها النشاط الرياضي عندها النشاط الثقافي عندها النشاط التعليم هاي لهنا ذاك هل ليش توا برشا ناس ما هم مش فاهمين هالمقامات دون بتاع الأولياء والطرق يغيش نوم هل كما سوقهمنا أنه احنا يا بلحسن يا شادي لو رقصه برا وإلا كانت منظومة كاملة وهيكلة كاملة هاتك الصحة هنا فما فما الرأي السائد للأسف هو اللي يغلب هو اللي يخلى أنه الطرق الصوفية تكون حبيسة لفولكلور ول تصور أنه ما هي إلا مجرد حذرة فقط لكن تراث الصوفية مش هو حذرة راه نحن أسبقنا حكينا في حلقات سابقة أنه علاقة الصوفية بالطب يعني الإنسان راهو مش يخرج ولهنا هذه الحاجة الأخرى المهمة يازل أنه وقت اللي يجي مستسرقين ويجي ويكتشفوا التراث التعكنتي ويعرفوك به يقول لك يا بلد يروه هنا يروه فما تقارب بين التراث الصوفي وما وصلوا له وبين الطب النفسي اللي هو معناها كان في وقت هو اللوكوموتيف معناها هو القاترة اللي تسحب الفكر معناها والثقافة إذا كان اليوم نحن ما نقوموش بتثمين هذا الفكر ونعاوده نغوصه فيه ونشوفه عليش اليوم بعدنا على المقاس الأساسي حبسنا التراث الصوفية في بعض الأغاني كما قلت أنت إذا بالحسن شادلي ولا غيره من الأغاني أخرى ويا سيدي محرز ولا اللي هو وبعدنا على البعد الأصلي اللي قامت عليه الزاوية الزاوية يراه مكان هو مكان لقاء والزاوية شكون تقول لك شيخ زاوية شيخ زاوية أو شيخ الطريقة هو عنده المريدين ابتعهم والزاوية هذه هي مكان الاجتماع ومكان لقاء مختلف في الشراء الاجتماعي أو حتى مختلف الأطراف وديما نقعد وديما يقعد الرمز هو شيخ الزاوية وتنشط حوله الأغاني وتنظمه خطل هنا رو ممكن ما حاجة عجل معرفوه إنه رو هي رو كلمسابقات غير مباشرة رو إنه خطر إنه إنشيت شكون ينشط خير خطر شكون اللي ترشح إنه بش يكون منشد هذه الطريقة هو من معنا الصفات من أحسن الأصوات وأجملها وعنده قدرات صوتية اللي ممكن تشد السامع إليها إيه مثلا نرجع نلقاو إنه المقامات أو الزاوية لعبت دورا مهم في المجتمعات يعني لم تقتصر كما سوق لها في الوقت الحاضر معاك إنه تاريخيا راهوا فيما تمص للتاريخ وطمص لمراحل كبيرة من تاريخ هذه الزاوية راهوا كما سبقنا وحكينا في حلقات سابقة على دور الزاوية والبعد السياسي أو حركات ضد استعمار في المقاومة يعني الزاوية هي كانت مكان لاجتماع أطراف المقاومة وهي كانت تتوجه وشيخة طريقة راهوا كانش مجرد إنسان عنده بعد ديني فقط لكن هو انطلاقا من البعد الديني كان يوجه في بقية أولا المريدين أو بقية الأطراف في الجهة أو المنطقة بتاعهم يعطيك صحة السحبي السيد المخرس دحمد اللي هو فيمتني معانا وتابع فينا حطنا طويس دحمد ابتهال رأى على الشيخ سيد نقشبندي لا تحسبوني في الهواء متصنعا عودة إلى الجزء الأخير حول الطريقة النقشبندية والطويس السحبي هاتنختم الحلقتين اللي عملناها مع الطريقة النقشبندية وشنية أهم الأشياء اللي نجم نستخلصها وكترقنا للطريقة النقشبندية ممكن أول حاجة طريقة النقشبندية هو أنه هي الأثر اللي بقية من طريقة ضاربة في القدم عندها قريب سبع قرون لكن وجودها في مصر كان ظهور معناها مرتبط ب حلقات أو تظاهرات عادية كما ذكرنا بكري حكينا على المويل لكن يرجع على الفضل في أنه توثيق هذه الطريقة وهذا الصوت لشيخ سيد نقشبندية أنه من طريقة التسجيلات بتاعه هو اللي ممكن برشا يربط اه معناها اتهال تاع مولاي يربطوه برمضان لكن عليش ديما نربط برمضان خاطر ممكن هو كان يميز رمضان أنه ديما ينسمع الانشاة هذية وحتى كنسمعهم في غير رمضان ديما تقع فما راح نفسية عليش لأولا للقصيد يعني النص مهم يسر ثانيا للصوت راه مساحات الصوت بتاع شيخ سيد نقشبندي راه مساحات رهيبة راه يتعطي بعد وعمق وفي الحق الفار تابقى دي كان موجود معناها شيخ وليد حكينا على أنه الطبقات أنه يتعدى من طبقة إلى طبقة أخرى معناها بتريقة سريسة وممكن حد أحد ما يفهم إلا إذي كان واحد متخصص في الموسيقى وهذه ممكن الحاجة اللونية اللي ممكن تتخلد وتذكر وتحسب لشيخ سيد ثنين إنه شيخ سيد ماختيش حقه كما ينبغي شيخ سيد ولا إلا الطريقة النقشبندي كلها لا ونحكيه 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 شيخ سيد راه هو ما بقي من طريقة النقشبندي في مصر خطر طريقة نقشبندي ما انتشرتش كما ينبغي كما في أكتر أخرى تركيا أو في العراق أو في سوريا اللي هنا نحكيه مدى آخر لها الطريقة نقشبندي وبعض آخر لكن اللي يميزها في مصر هو شيخ سيد دونك إذي كان مشقول نقشبندي راه شيخ سيد نقشبندي في مصر هذه اللي اختزل هذه الصورة وممكن لو كان نقوم بعمل إنه يتم يعاد الاعتبار له من خلال يعادة نظر في هذه الأثر وهذه الانشدات الدينية يعطيك الصحة سيد ساحبي ويعطي الصحة سيد أحمد المخلوفي المخرج بتاعنا اللي يساح فينا ويستمتع معنا سيد أحمد نودع السيدة المشاهدين بابتهال دين كذلك الشيخ نقشبندي يا رب وكرمك علينا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة حضرة لسيين مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة لسيين ترجمة نانسي قنقر